والتي البرلمان يصوت على قانون الضمان الصحي تاركاً كالعادة موجات مد وجزر بين مؤيدين ومعارضين للقانون وتفاصيله خمسون فقرة أقرت على مرحلتين وبالنسبة للمؤيدين فالقانون سيغير مسار الخدمات الصحية في البلاد إلى الأفضل ويخلق أجواء تنفسية بين القطاعين الحكومي والخاصة بما يضمن تقديم الخدمة اللائقة للمواطنين يستطيع كل عراقي موظفاً كان أم لا الحصول على الضمان الصحي الموظف سيدفع ما نسبته 1% من راتبه الشهري أما غير الموظف فإنه سيدفع اشتراكاً شهرياً أقصاه 10 ألاف دينار لقاء الحصول على بطاقة الضمان وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية لجنة الصحة والبيئة النيابية ذكرت أن القانون يتيح تقديم الخدمات الصحية دون التفريق بين طبقات المجتمع وقد كشفت أن المشمولين بالرعاية الاجتماعية معفيون من دفع بدل الاشتراك أو القصط الشهري وسيحصلون على الخدمات بالمستوى نفسه الذي يحصل عليه غيرهم القانون سيكون نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبهذا يكون العراق قد التحق في ركب البلدان التي تعمل بقانون الضمان الصحي المتشائمون من القانون يعتقدون أنه سيكون عبءاً إضافياً على المواطنين خاصةً في الفقرة الحادية والعشرين التي تلزم وزارة الصحة بتحويل مؤسساتها للعمل بنظام التمويل الذاتي أي أن يكون تمويلها من أرباح الخدمات المقدمة للمواطنين فيتحمل المواطن تبعات مالية إضافية مقابل ما يصله من خدمات تلك المؤسسات حل هذه المعضلة بالنسبة للمعترضين على القانون يتمثل بنقطتين رئيستين الأولى أن تتحمل الموازنة العامة تغطية الفارق بين إرادات صندوق الضمان المستحصلة من أقصاط المشمولين بالضمان الصحي ومصرفاته على الخدمات الصحية والثانية أن لا تحصل أي زيادة في أقصاط الاشتراك الشهري للمشمولين بالضمان الصحي